اشتركوا في القناة 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 ونعجنها 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 بأيديكم ونعجنها بمكينة اللحم بشي اختياري بس أنا استساوتها بأيدي ونطط نتيجة شوفوا لازم شوية تكون لينا هسا شنو راح نحضر القالب شوفوا كمنا القالب لا تحطو لزيت حطو لدهن حتى العجينة تكون تغطية بس شوية قليم من الدهن وبع العجينة مالتنا راح أفتحها بورقة الزبدة فرح أفتحها بورقة الزبدة خدنا قليم العجينة طبعا هاي انتو شي اختياري اللي عفو تريدون سووها خفيفة تريدون سووها فخينة للكم الاختيار هي العجينة صارت كلش كلش روعة شوفوا ليش قليت بورقة الزبدة قليت زيت حتى منقلبها بسهولة تنقلب عندي ما تلتسق بورقة الزبدة او ما تلتسق راح نخلي قليم اللحم هاي كمية اللحم هم انتو شاء الله اختياري هس راح أسوي عجينة ثانية للوجه كمان راح أفتحها طبعا هي حتى بلقيت مفتح مؤلة شابك لان كلش عجينة روعة صارت هسا عينا عدنا تقريبا نكملة شو نسوي هسا راح نضغط على العجينة ونطلع الهواء من عدها شون نسوون كبة حتى تكون اللحم يتلابس بالعجينة هسا راح أقصغصها تريدون تقصغصوها من البداية تريدون لا رأسان تشوها وبعدين تقصغصوها هذا هم شاء الله اختياري لكم اتمنى انو تجربوها لان روعة او طعمها كلش كلش طيب هس اش راح أسوي اتمنى ان تقصغصوها راح ادخلها للفرن قبل ما اخلي المعجون عليها طبعا صارت كمية خير من الله فاحسوي همين عندي هنا بايركس ثاني نفس الحالة قدت لكم اخلي دين وراح افتحها يعني نفس الخط والأولى اللي سويت لكم معها هنا ورقة الزبدة نحطوها لزيت وتحطوها بالقالب شوفو بهذا الشكل وهمين راح نخلي لها لحام نفس الحالة طبعا عني عندي حتى العجينة وحدها كلش طيبة طبعا اقو طريقتين حبايب سيدون تحطون الحشوة مثمان هسا سويت او يا اما تخبطوها ويا العجينة لاني شوفو طعم العجينة كلش طيب حتى والله بدون لحم طعم العجينة كلش كلش طيب لاني حطيت لها اللحم حطيت لها الشحام والطماطا والبوصل صارت كلش طعمها طيب يعني عجبتني اكثر مما بيها حشوة نفس الحالة ادخل لها الفرن خمس زغاق الى عشر داقبة شوية تنشف وحط لها المعجون المعجون ناها تسخر لي لفلفل احمر هذا شي اختياري طبعا انا حطيت لها جبني ونحط الزيت وشوية ملح وشوية مي المي تقريب ملعقتين طعام مي هذي سونا حتى نسوي الوجه بيها وقلت لكم البداية نحطها بالفرن يعني تقريبا نقول احنا احشو دقائق شوفوا شون صارت شون نشفت يعني يلا احط لها المعجون لان اذا خليت المعجون ببداية وشوية توها راح يصير لونها كل جامق او طوخ فانتو بالبداية لا اخليها تقريبا نصف استواء وبعدين اخلي لها المعجون وخلي لها شوية دهن هم بالوجه تطيقكم في الطراوة وهشاشة كلش كلش روعة شوفوا بهذا الشكل هس شنو وراح ارجع على الفرن حتى تستوي استواء كامل وعدنا هاد التبسي الثاني او البيركس الثاني نفس الحالة هم راح ندهن الوجه مالته ونحط له شوية دهن اي طبعا هو حار اكيد بسراحي مو عليها طبعا بعد ما طلعناه من الفرن يعني خليوا ببارك ما هذا الشي هم اخليها بالفرن شوفوا شكلها شون صارت طبعا اتمنى انو تجربوها طبق كلش روعة وكلش كلش مشبع يعني احنا بصراحة واحد يعني كفانة لان طبق مشبع الى درجة تدون البرغل والجريش يعني مشبع ما في الكوبة هي طعام هان تقريبا بس اطياب بعض واسهل لان يكون هواي ما يعرفون ما في لفون الكوبة فهاي طريقة كلش سهلة وحتى تنفعكم بعد كم يوم بشهر رمضان شوفوها رابعوا هادا الباركس الثاني شحالاتهن والله خبلا اتمنى تجربوها واللي يجروا ويكتبلوا بتعليق لان وصفة روعة وتستحق واحد يجرواها وقلت لكم حلو التغير بالاكل شفتوها سهلة بالاخص اللي يقولون احنا منعفوا اللف كوبة هاي طريقة كلش حلوة وراح تعاوضكم عن اللف الكوبة وراح تجربوها وشوفوهن طعمها اتمنى حبايبي الوصفة نالت اعجابكم وروتين البسيطة منال اعجابكم واكيد شو نقول لكم اللي ما مشترك يشترك بقناتي وهو يا ريت لا تنسون اللايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد من قناتي اللي هنا هو اقول لكم في امان الله حبايب